يفتتح خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حافظه الله يوم الأربعاء المقبل أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى وسيتشرف رئيس مجلس الشورى وعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين شريفين كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه رعاه الله عبر الاتصال المرئي والذي يتناول فيه أيده الله سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها توجه أهم القضايا الإقليمية والدولية